السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا اهلا بيكم في قناتي ماما في المطبخ يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا في الفيديو النهاردة النهاردة عملنا حلو طبقات سهل وصريع وبسيط ما بياخدش ابدا وقت في المطبخ وكمان مكونات بسيطة جدا لو عندك ضيوف على سهوة او لو انت عايز حاجة حلوة تبرد على قلبك في الحر يبقى لازم تعملي حلوة طبقات دوت يلا بينا نشوف المكونات كانت ايه اول حاجة كده معايا كوباية من لبن الحليب وتقدر تستبدليها بكوباية ميا عادي خالص هاديف عليه باكت من القهوة سريعة الدوابان ده موجود في السوبر ماركت عادي خالص هاديفه وهقلبه كويس عشان يضوب كويس في قلب اللبن الحليب لو عايزة برضو تنصص الميا لبن وحليب مفيش مشكلة انا عاملة الخليط ده لي علشان التسقية تسقية البسكوت عايزة بسكوت شاي اي نوع بسكوت شاي تفضلي المتاح عندك استخدميه تمام كده 200 جرام من بسكوت الشاي كل باكت من بيجبيه من بسكوت بيبقى مكتوب عليه الجرامات الموجودة جوارا جوة انت بتقدر تحسيبيها كده وعلى حسب برضو الفايركس بتاعك انا الفايركس ده كان 25 مقاس 25 في 25 اخد مني الكمية كلها 200 جرام من البسكوت تمام كده نا دلوقتي بسقي بسكوتة بسكوتة وبحطها عملت اول طبقة وهعمل كمان طبقة كمان فوق الطبقة ديت عشان تعزز الطبقة الاولانية تبقى ليها سمك وهبتدي اعمل معاكو الطبقة التانية ما بياخدش وقت خالص خالص وانت واقفة كده في المطبخ حاجة سريعة جدا عالبارد حاجة بسيطة ما فيهاش اي صعوبة يلا بينا نشوف الخطوة الجاية هنعمل ايه بس لو وصلت معايا الحد هنا ما تنسيش معايا ذكر الله الله اكبر والحمد لله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سلنا مولانا محمد وعلى قليل واصحابي اجمعين اللهم امين اللهم صلي عليك يا نبي عليها فضل الصلاة والسلام كده انا عملت ايه انا عملت كده الطبقة الاولى والطبقة التانية من البسكوت هبتدي اعمل الطبقة بقى اللي بعد كده باكت من الكريم كرامل اي نوع كريم كرامل موجود عندك تفضلي عليهم باكت من القهوة سريعة الدوباء وعليهم اربع معالق سكر كبار والسكر ده حسب رغبتك عايزة تقليلي عايزة تزود براحتك انا اربع معالق كانوا مصبتين جدا معي وهضيف كمان تلت معالق كبار من النشا اللي هو الكورن فلاور تلت معالق كبار هرميين من الكورن فلاور وبعد كده هضيف ايه تلت كبيات من اللبن الحليب تلت كبيات من اللبن الحليب كباية العادية دي الكباية مكتوبة عليها اللي هي النسكافيدي بتتباع مع الباكتس تباع النسكافيدي لو مش متوفرة عندك يبقى كباية الشاي العادية خلص المتاحة عندك استخدميه هقلب كويس على البارد وبعد كده هضيفه على النار هفضل اقلب باستمرار لحد ما يتقل معايا القوان بالشكل اللي انت شايفاه كده بالزبط هاخده اصبه في البايركس اوه على اول طبقة تمام؟ وهادي الطبقة كده بالنسبالك انت ممكن تنهي الموضوع على كده هتعملي ايه؟ هتبرديها وتقدر تزينيها بالباكت من النسكافيه او تزينيها لو عندك جناش شوكولت جناش اوكي حطيه لو عندك شوكولت شيبس ممكن لو عندك برضو فارماسيلة شوكولاتة ممكن بس يكون بارد شوية الخليط يكون بارد تقدر ترسي عليه تقدر تحطي الصوص الكراميل اللي بيجي مع عبوت الكراميل ذات نفسه بيجي معا صوص كده كراميل تقدر تزيني بي بس بعد ما طبعا برضو يبرد تقدر تزيني بككاو ككاو يكون محلة تقدر برضو تزيني ترشي انا هنا بقى حبيت احط طبقة تانية وطبعا لازم على الخليط وهو بسخن علشان ما يعومش معي لما حط الطبقة التالتة مساكت فرشة وبقيت اغمسها في اللبن اهوة سرعت الدوابان وفضلت برضو امشيها عليها بحيث ان هو يبقى طعمه برضو واخد من القهوة عملت بقى الطبقة التالتة الطبقة التالتة عبارة عن ايه معلقة صغيرة من الكاكاو الخام الغير محلة وحطيت كمان 3 معالي كبار من السكر والسكر هنا حسب الرغبة وكمان ضفت باكت من الكريم كراميل وهديف السوس اللي موجود معاه في قلب العبوة لو عايزة تدي فيه تمام مش عايزة تدي فيه براحتك يعني ده اختياري لك تمام كده بعد كده هديف ايه هديف باكت من القهوة سريعة الدوابان بحيث ان الكل يكون طعمه قهوة سريعة دوابان طعمه حلو كده كامل متكامل تمام كده بعد كده هعمل ايه هحط له كباية من الميا الميا العادية خالص اللي من الحنفية هقلب كويس وهحطه على النار وهفضل باستمرار مع التقليد اول ما يغلي هبتدي اصبه على الخليط الاولاني الخليط الكيك البارد اللي احنا عملناه طعمه جميل قوي وحلو جدا جدا للأولاد كده حاجة منعشة دخل علينا السيف بجد بيبقى طعم الحاجات دي حلوة جدا وسريعة جدا ما توقفيش ابدا في المطبخ كتير ادي الطبقة التالتة وانا هنا سقيت الباسكوت بالفرشة ليه علشان خطت برضو ما يشربش كتير من السائل اللي انا حطيته في الخليط دوت دلوقتي بقى هنا كان هدي وبرد على فكرة بيبرد بسرعة وبيجمد بسرعة وبيمسك يتماسك في يدوب نص ساعة بسيت لقيت الدنيا تمام كانت في التلجة حطيت بقى معلقة كده من الكاكاو برضو المحلة بقى اللي مش محلة براحتك المتوفر عندك انا زينت بالشكل ده حطيت ورقتين بالشكل دوت وابتديت ازين الناحية دي وانحية التانية بالكاكاو والناحيتين التانية حطيت لهم باسكوت فرامتو في الكابة طحنتو كويس وابتديت ارش رشو برضو على الجنبين عايزة تسيبيها كده برضو معاكي عايزة تحطي لها خطوط من الشوكولاتة البيضة مع او نوطلة او اي حاجة بقى المتوفر عندك تقدر تزيني التسيين ده بتاعك انتي هنا انا حطيت باسكوت مطحون بالشكل دوت عايزة تحطي باسكوت لوتس تمام مش عايزة خلاص عايزة تعملي خطوط نوطلة وخطوط لوتس تمام المتوفر عندك اعمليه انا حبيت اعملها بسيطة جدا حطيت ايه كمان حطيت التوت ده توت مسكر تمام زي الكريس كده بتشتريه من عند مستلزمات الحلواني متوفر عندك تمام مش متوفر يعني ما توقفش الوصف على حاجة هي طعمها اصلا خفيف وحلو وبجد بجد لازم تجربيها وتقوليك ان رأيك فيها ايه في الكومنتات واتمنى ما كنش نسيت اي معلومة ولو عايزة اي حاجة انا تحت امرك برضو اسأليني فيها في الكومنتات وانا برضو هرد عليك ان شاء الله كده انا قطعتها شايفها هتكفي كام عدد من الاسرة هي المقاس ده خمسة عشر في خمسة عشر تقدري انت تعمليه في اي بايركس عندك مستطير مربع اي حاجة اي سنية عندك تقدري تفرحي الاولاد حتى لو سنية التشيز كيك تقدري تعمليها وتفرحي الاولاد ما توقفيش الوصف على اي حاجة شايفين الطبقات شكلها جميل اوي وطعمها كان خطير جدا جدا اتمنى ما كنش طولت عليك الفيديو انتظريني في فيديوهات كتير صيفية عشان ما تقفيش في المطبخ كتير يا ست الكل اتمنى تفعلي زر الجرد عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي ان شاء الله بحبكم في اللق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي